السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسنا الجديد اذا كنتم المرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع الاصدقاء لتعم الفائدة نتكلم في هذا الفيديو عن جمل وعبارات في اللغة الانجليزية كما نعلم افضل طريقة لحفظ الكلمات وضعها في جمل وحفظ هذه الجمل بالتالي استطيع ان استخدم هذه الكلمات بشكل صحيح وازيد من مخزوني اللغوي ومفرداتي في اللغة الانجليزية لتاخذ افضل فائدة من هذا الفيديو حاول تكتب هذه الجمل والعبارات في مدونة او في دفتر ما على حسب ما تراه مناسب وتتدرب على كتابتهم ولفظهم في اللغة الانجليزية بالتالي مع مرور الوقت تطور من لغتك الانجليزية تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من الملاحظات والمعلومات التي تفيدنا في تطوير لغتنا الانجليزية المكتوبة والمحكية كيف يقول لا تحسد don't envy envy بمعنى يحسد don't envy لا تحسد don't هي اختصار ل do not بهذا الشكل don't envy او نقول do not envy كيف نقول نورتنا نورت المكان اسعتنا بحضورك you light up the room you light up the room لاحظ light gs ما تلفظ لا نقول لغهة light you light up the room بمعنى نورتنا أو اسعتنا بحضورك كيف نقول الاحتياط يعني فقط الاحتياط أو في حال ما يعني حدث شيء ما يكون عندنا احتياطيا just in case just in case يعني نفعل هذا الشيء فقط للاحتياط just in case كيف أقول لا أقصد مقصدي منيتي I don't mean it I don't mean it لاحظ أيضا don't كما قلنا اختصار لي do not mean it إذن mean يعني don't mean it لا يعني أو مقصدي يعني I don't mean it كيف أقول أنا لا أصدقك أنا لا أثق بك I don't believe you لاحظ believe بمعنى يصدق أو يؤمن بي I don't believe you أنا لا أصدقك أو لا أثق بك إذن حاول هذه العبارات وهذه الجمل نحفظها بشكل بصم وتدرب عليها don't envy you light up the room just in case I don't mean it I don't believe you نحفظها هاخر مرة don't envy you light up the room just in case I don't mean it I don't believe you كيف نقول يدي مكبلتين مربوطتين يعني لا أستطيع مساعدة بسبب قانون ما أو مشكلة ما my hands are tied my hands are tied إذن لا نقول R بهذا الشكل R يعني R ما تلفظ أو تريد تلفظها أيضا ما في مشكلة لكن نقول R مثل father father R my hands are tied tied مربوط أو مقيد hands أيدي my hands are tied ألم صدر chest pain chest pain إذن ألم في الصدر كيف نقول ذيق تنفس أو ذيق في النفس shortness of breath shortness of breath لاحظ كلمة short قصير shortness إذن قصر أو ذيق في التنفس breath تنفس إذا وضعنا بآخر الكلمة E تصبح breathe breathe يتنفس يعني verb فعل لكن breath إذن نفس يكون عندنا noun اسم shortness of breath كيف نقول أنت ما منك فايدة عجزان كسول you're good for nothing you're good for nothing يعني أنت جيد للا شيء يعني أنت ما منك فايدة you are هي اختصار ل you are نختصرها you're good for nothing كيف نقول عيب عليك يعني اخجل من نفسك استحين shame on you shame on you إذن معنى عيب عليك تقول شخص استحين shame on you my hands are tight chest pain shortness of breath you're good for nothing shame on you آخر مرة my hands my hands tight chest pain shortness of breath you're good for nothing shame on you كيف نقول لا تغلق الخط في وجهي يعني خط الهاتف أو تنهي المكالمة don't hang up don't hang up كيف نقول لا تفهمني غلط أو لا تسي فهمي don't get me wrong don't get me wrong لا نقول get إذن هذه get هذه الكلمة get يعني فتحة صغيرة وقعدنا هنا كسرة أيضا صغيرة don't get me wrong كيف نقول كيف حالك نحن نعرف how are you أو نقول how are you doing how are you doing إذن كيف حالك إذن صيغة ثانية لسؤال عن الحال لاحظ إذا كان عندنا ing ما تلفظ بآخر كلمة لا نقول doing خلاص لننسى g حد لأن نلفظ doing doing how are you doing إذا نفس الجملة لاحظ are you doing فقط بدأنا الجملة ب what تصبح what are you doing يعني ماذا تفعل اللحظة الأولى how are you doing بمعنى كيف حالك إذا وضعنا what are you doing يعني ماذا تفعل now في هذه اللحظة ننتبه عليهم كيف نقول أعطته كف أو صفعته كف ضربته كف she gave him a slap slap بمعنى صفعة أو ضربة يعني نسميها كف she gave him a slap إذن أعطته كف أو ضربته كف أو صفعته كف don't hang up don't hang up don't get me wrong how are you doing what are you doing she gave him a slap آخر مرة don't hang up don't get me wrong how are you doing what are you doing she gave him a slap كيف نقول كيف حالك يعني للتحية أول مرة أو تقول شخص مسرور برؤيتك أو بلقاءك أو بشوفتك how do you do how do you do إذن تسألوا how do you do يعني كيف حالك أو مسرور برؤيتك إذا بدأنا جملة نفسها do you do do you do بدأناها بwhat what do you do بمعنى ما وظيفتك ما عملك أو ما مهنتك what do you do لاحظ how do you do what do you do كيف نقول بالمناسبة على فكرة فيما تعلق هذا الأمر أو بخصص هذا الأمر تكون تتكلمون بشيء معين تتذكر شيء معين تقول buy the way buy the way إذن بالمناسبة أو على فكرة لاحظ buy تختلف عن buy هذه نفس اللفظ نفس الصوت لكن يختلف السبيلينج إذن التهجئة تختلف هنا في عدنا you why لكن هنا لا يوجد you buy the way إذن بالمناسبة أو على فكرة تقول شخص فكر في الأمر أو فكر في الموضوع think about it يعني فكر به به يعني الموضوع الذي يكون بينتكم think about it كيف نقول لا تخجل لا تكون خجول don't be shy don't be shy لاحظ sh نلفظها ش إذن لا نقول shy shy don't be shy لا تكون خجول لاحظ بعد don't استخدمنا مصدر فعال الكون هو b لا نقول don't am don't is don't are إذن دائم بعد don't نستخدم b مصدر رفعها للكون ونعرف بمعنى يكون لا تكون خجول ودائما نترجم don't be لا how do you do what do you do by the way think about it don't be shy آخر مرة how do you do what do you do by the way think about it don't be shy بهذا الشكل نهاية درسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن 20 جملة في اللغة الإنجليزية إذا تكون فائدة أكبر من هذا الفيديو حاول تكتب هذه الكلمات في مدونة أو في دفتر ما أو في مكان مناسب لك شخص يقول كيف أحفظ هم ممكن أفضل شي تكتب كل جملة مرتين ثلاث أربعة الحاضر بعدين خمس مرات على الغائب وتتدرب عليهم بشكل كامل الجملة لا تحفظ كلمات بشكل مفرد إذن جملة ككل أيضا حاول تردد هذه الجملة أيضا ممكن تصور نفسك فيديو وتسمع الفيديو مرة ثانية لهذه الجملة تشوف الخطأ وين وتصلح نفسك يكون عندك الدربة على السماء والتحدث وأيضا أصبح لديك جرأة في التحدث باللغة الإنجليزية ولا تقلق من الأخطاء التي تقع فيها لأن أي لغة في العالم تحتاج وقت طويل لتعلمها وإتقان كيف أتحدث بها وأكتب بهذه اللغة التي تتعلمها أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ومشاركة هذا الفيديو مع الأصدقاء لتعمل الفائدة دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته